ايه رأيكم مصرحية ومشهد مضحك للأسف الشديد من الاتحاد المصري لكرة القدم وللأسف احنا منضحك من كتر زعلنا على حال الكرة المصرية وعلى للأسف الفشل الإداري والفساد الإداري الواضح جدا جدا داخل الاتحاد المصري لكرة القدم هل في حد يختلف على كده بعد الأزمة الجديدة بتاعت سيف الجزيري وقيده وهل هو تأيد في صفقة انتقال حر ولا تأيد عن طريق بيع وشراء ولا تفعيل بندل العارة ولا كلام من ده نسدق مين تصرحات كلها متضاربة لكن أنا هيهمني دايما الرسمي من اتحاد الكورة اللي صار ربيان للصحفين مبارح قال يا جماعة الإجراءات صحيحة خلي بالك قالك الإجراءات صحيحة ده لاعب تم كيده في صفقة انتقال حر لنادي موقوف كيد ما هي حاجة من الاتنين يا إما الزمالك فعل بندل الشراء بتاع سيف الدين الجزيري ويبقى الزمالك حقه أنه هو يأيد اللاعب تمام لأنه كان عنده أعارة يا إما نادي المقاولين أسقط اللاعب من قايمته زي ما الاتحاد قال تمام علشان يساعد نادي بعينه أنه ما يدفعش حق الرعاية بتاعت الأندية التنوسية في كل الأحوال ده تواطئ تواطئ واضح جدا ومش جديد علينا لكن المشكلة من اللي بيحاسب وحيتحاسبه ولا لأ أقول لك أنا الإجابة لو كان لازم يتحاسبه فكان لازم يتحاسبه ساعة الجواب اللي اختفى اللي خبوه اللي كانوا كمان بيحاولوا يخفوه عن اللجنة اللي جاية من وزارة الشاب الرادة عشان تفتش بخصوص جواب إيه نهائي دوري عطال أفريقيا كان الأولى أن الناس دي تتحاسب ساعتها هننتظر أن هما يتحاسبوا دلوقتي الله أعلم أتمنى لأنه هم هم حتى بتقولي كان قبل كده لجنة أو دلوقتي مجلس إدارة للتحاد لا هم هم وأنا عارف أن بقولك كيه كويس جدا نفس المدرسة ونفس التفكير وكمان نفس الأشخاص أنا بجيب لك من آخر لكن حد تحاسب في موضوع خطاب نهائي أفريقيا اللي تبعت من الكاف واللي تشال في الدرج واللي حاولوا يخبوه عن لجنة التفتيش بتاعة الوزارة ولما تزنقوا راح بعتين للوزارة ومطلعين الجواب بعتين ونائس بند تنظيم نهائي دوري أطال أفريقيا ليه لصالح مين التواطق ده لصالح مين وعشان إيه وإيه أهدافك وعايز تخدم طرف بعينه ليه وممكن يكون الطرف ده أصلا ما طالبش مثلا يعني أنه يتخدم لكن أنت بتعمل كده لمن بتعمل حساب الصوت العالي اللي ممكن تسمعه لو ما تصرفتش من نفسك وما ساعدتش من نفسك ولا بهدفك إيه هو موضوع نهاي دوري أطال أفريقيا لما الأهلي للأسف الشديد ما لقاش اتحاد القورة واقف جنبه في ملف زي ده وأخفى الخطابات كان عشان إيه عشان تخسر الأهلي ومصر بطولة مهمة زي دي طبعا في الوقت اللي احنا بنشوف فيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بيدعم وبيساند بشكل قوي جدا جدا تنظيم بلدنا الحبيبة لأولمبياد عشرين ستة وتلاتين بنلاقي للأسف على النقيد تماما ناس غير مسؤولة موجودة في اتحاد المصري لكرة القدر لا يا جماعة الدولة ماشية في اتجاه والناس دي ماشية في اتجاه تاني خالص ده انتوا سوقتوا صورة الكرة المصرية جدا ده انتوا خليتوا صورة الكرة المصرية في الأرض بس هنفضل كده طول ما ما فيش حساب طول ما فيش نتيجة للتحيات طول ما كل حاجة بيتكتم عليها وبتخلص وبتعدي والناس بتنسى وبنعتمد على النسيات لكن المواقف الجديدة هي اللي بتفكرنا باللي قبل كده اللي ما تنساش أصلا واللي سببه الرئيس الاتحاد الكرة في مصر فهل ده تواطق ولا مش تواطق تواطق الكارسة الكبيرة يا جماعة الكارسة الكبيرة ان اتحاد الكرة بيجذب على الفيفا الفيفا اللي سألت بقى لما لقيت النادي التونسي او الناديين التونسيين ها بيقولك يا جماعة دلوقتي الناس في مصر اولا في نادي ما ردش علينا بالخصوص حقوق الرعاية والتحاد الكرة بيقول ان اصلا اللاعب تم قيده في صفقة انتقال حر والنادي اللي قيده في صفقة انتقال حر ده اصلا نقوف قيد فبعتوا الناس للفيفا قالوا لهم يا جماعة بعد اذنكم احنا لنا حقوق الرعاية والناس هناك مش واضحة معنا فالفيفا لما سألت اتحاد الكرة قال لهم ده صفقة انتقال حر يعني بيجين دين نفسك عمرك شوفت سازاجة كده انك تدين نفسك والدين ناديين كمان معاك اللي هم طرفي العقد تعسف الدين الجزري لا فيش سازاجة كده هل دي سازاجة ولا شيء متعمد وانا شك وفي نفس الوقت ولا جهل باللوايح او جهل بطرق القيد على حسب الحالة اللي قدامك ايه نادي مسموح لي انه يقيد ولا نادي مقوف قيد ولا اصلا فيه عقد وتم تفعيل بند الشراء اللي فيه ولا الامور ماشية ازاي فانك تجدب على الفيفا الفيفا بقى اخر مزاية قلت لك بقى يا جماعة احنا نبعت للنادي عن طريق الاتحاد الاهلي ونقول لهم يا جماعة قلولنا هتقولنا كل الوصائق بتاعت العقد العقد ده ايه حقيقة قلولنا فالفيفا طبعا لما هيشوف العقد اللي شوفنا صور كتير ليه منتشر على السوشيال ميديا هيكتشف ان فيه اتحاد كرة فاشل فيه اتحاد كرة فاشل موجود هنا في مصر للأسف الشديد في الوقت اللي وزارة الشاو الرياضة ورئيس الجمهورية وكل الناس بتحاول تنهض بالرياضة المصرية وان احنا ناخد خطوات للأمام وننظم احداث عالمية كبيرة ما كناش نحلم بيها وتطوير بنية تحتية اكثر من رائعة بشكل ممتاز حاجة نفتخر بيها في الوقت ده بتلاقي الناس اصلا نايمة مش هنا مش معانا في دنيا تانية للأسف الشديد يعني فالفيفا هكتشف ان فيه كذب بيحصل وحيحقق في الموضوع وحيرجع للسيستم واكيد الفيفا ما بيهزرش اكيد حيبقى فيه قرارات اتحاد القرى اكيد مدان حتى لو كانت اجراءات القد صحيحة طب انت بتكذب ليه من مصلحة من عشان 5% بتحق الرعاية الرجل ده مبلغ فاضي اي مشكلة يعني اي حد ليه حق لازم ياخده ايا كان لو اكتشف الفيفا كمان ان فيه تواطق من الاندية شركة اتحاد القرى وان فعلا تم قد اللعب في صفقة انتقال حر هتبقى كارثة غير طبعية في تاريخ القرى في مصر ولازم يكون فيه حساب وبأمل ان احنا في يوم الايام نشوف المخطئ بيتحاسب في القرى المصرية في اتحاد القرى بأمل بتمنى باحلم بكده وعندي امل كبير ان الحلم ده هيتحق اه هو حلم ان احنا نشوف اللي بيغلط بيتحاسب بيتعاقب وهنا برضو تدور على الجماعية العمومية الاتحاد القرى يا جماعة من تورما شفتوا خطأ جسيم متعمد من الاتحاد في قزمة النادي الاهلي تسببت من حرمان مصر من بطولة قرية مهمة وقلت فرص فريق بيمثلك في نهائي دوري ابطال افريقيا في بطولة قرية اهمة جدا من خلال انه يلعب على عرض المنافس بسبب توطئوا الاتحاد واخفاءوا الجواب ما انتم ما تحركتوش يا جماعية عمومية ما سحبتوش السقة من الناس دي فطبيعي ان احنا نشوف كوارس تانية تتعلق بمختلف الاندية لكن اي جديد ما فيش اي جديد هنا عندنا في الكورة ما فيش اي جديد الرياضة في تطورات بتحصل منها او فيها من خلالها لكن في الكورة القدم وانتحاد الكورة لا احنا محلك سر وشخصيات ضعيفة بتقود الاتحاد ده للأسف الشديد فلازم يبقى فيه وقفة لازم يبقى فيه تحقيق بس تحقيق تحقيق بقى تحقيق جدي مش تحقيق لمجرد ان انا بحقق وخلاص الدنيا خلصت والناس بتنسى ونطلع بقرارات قرارات فعلية مش توصيات اه مفروض كذا 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 اه الفلان ده مدين طب ها ويطلع بلي كده لو فاكرين ساعة الجواب رئيس اتحاد الكورة اللي استاذ جمال علام في احدى المدخلات الهاتفية في احدى البرامج لو قالك ايه بقى لو اكتشفت ان في حد فعلا خب الجواب والله انا اول واحد ها عاقبه ها اتعاقب عملت حاجة يا استاذ جمال ما عملتش حاجة مع ان معروف جدا معروف جدا مين اللي غلط والتوصيات كانت جاية بايه وكل حاجة كانت والوزارة نفسها قالت لكم يا جماعة الاتحاد مدين واحد الموظفين مدين وتقرير اللجنة بتاعت التفتيش قالت لك فلان الفلاني مدين واتهمته بالاهمال والتقصير عملت يا استاذ جمال اعتمدت على ذاكرة السمك اللي انت متخيل انها موجودة عند المتابعين والجماهير لكن للأسف ما حدش بينسى وما حدش حينسى لحد ما نتخلص نتخلص من المسئولين الغير مسئولين اللي مش عارفين حجم دورهم ومسئوليتهم واللي بيدير بمنتهى العشوائية والفهلوة وبالحب والدنيا بتمشي وبالعلاقات ده على كل المستويات على كل المستويات في اتحاد الكورة لما تيجي تكلم على قيمة الحكام الدوليين اسمعي انا فضايح كتير جدا في الموضوع ده لما تشوف الكشف كان على الحكام كان بيتم ازاي تضحك تقع على روحك بتضحك كل الحاجات لما تشوف مندير الفني المنتخم مصري بتجيبه بتجيله بعد أسبوعين عشان قرارك كان خاطئ تموت على روحك مندحك لما تشوف كم القرارات الخاطئة لما تشوف واحد زاكيرش بيمشي من عندك ها تقع على روحك مندحك كل ده فشل إداري وفساد إداري وناس ما عندهاش فكرة للأسف الشديد الواحد زعلان هو بيقول كده بس الواحد بيقول كده عشان بيأمل في الإصلاح وان احنا نمشي مع نفسي اتجاه الدولة عايزين نتقدم يا جماعة عايزين نساعد القادة السياسية نساعد فخامة الرئيس عمفتاح السيسي نساعد وزير الشاور الرياضة الدكتور أشرف صبح في النهود بالرياضة المصرية لكن انت واخدنا في حتة تانية خالص للأسف الشديد هنفضل متابعين الملف ده نشوف الدنيا هتخلص على إيه عشان نشوف في حد ده هتحاسب ولا لأ نشوف مين المخطئ وهالاتحاد الكرة بس المدان والاتحاد الكرة والناديين التانيين مدانين معاه هنفضل مترقبين وحنفضل مستنين للأسف الشديد برضو بعض الدلائل اللي بتقولك إيه إن اتحاد الكرة عايز بقى يعني في اتجاه طرف على حساب التاني لما تيجي تقارن مثلا بنشوف منتخب مصر مع فيتوريا بينه الشريتين بيرجع اتنين لعيبة في المنتخب لناديهم عشان عنده مطش في دوري أبطال أفريقيا في الوقت اللي النادي الأهلي كان بيمثل الكرة المصرية فأكبر أكبر محفل عالمي وهو كاس العالم للأندي وفيه لعبته موجودين في منتخب مصر بتوتي الأولم الأفريقية والنادي الأهلي بنفسه قال يا جماعة اللعبة دي تفضل موجودة تفضل موجودة عشان مصلحة المنتخب ومصلحة مصر فوق كل شيء لكن يا سيدي ماشي المنتخب خلص والأسف الشديد خسرنا بضربات الجزاء في مباراة النهائية قدام السنغال اتحاد الكرة ما كلفش نفسه انه يبعت العناصر الدولية بتاعت النادي الأهلي بطيارة مباشرة لو زبي عشان يشاركوا مع النادي في المباراة وعشان يكون فيه نوع من أنواع الأرياحية بشكل نسبة حتى ساعد يا أخي في الوقت اللي انت بتطلع ناس من معسكر بين شوطين مباراة دولية والدية في الأجندة الدولية بتوديهم عند النادي بتاعه عشان تساعد النادي طيب ما تساعد كل الأندن اشمعنا انت جاي مع النادي ده والنادي ده لأ ما هديه برضو من الحاجات اللي تجنن الحاجات الغريبة فإحنا منتظرين وحنتركب وحنستنى الكصة دي لكن قبل ما اطلع فاصل بقى لأن خلي بالك قادي الكصة بتاعت قزمة سيف الدين الجزيرة والناس كلها بتتكلم فيها مباراة الناس مصر كلها بتتكلم في الكصة دي لكن على الجانب الآخر في ناس من عالم تاني عارفين الأغنية بتاعت متحة صالح بتاعت أستاذ متحة صالح صح يا جماعة انت أكيد من عالم تاني صح كده في ناس بقى ايوه صح في ناس تاني ففعلا في عالم تاني ناس تانية أكيد من عالم تاني يطلع يقول لك ايه سايب بقى الكصة كلها سايب الحدود ده والمصرحية والمشهد اللي احنا نتفرج عليه يطلع يقول لك ايه هو الأهل ازاي يتعاقد مع برونو سافيو لا يا شيخ والله العظيم حاجة تموت من داحك هو الأهل ازاي ما يعرفش ان برونو سافيو ده ممكن يتوقف هو لا حتوقف ولا بتاعه ولو توقف توقف هناك في بوليفيا خلاص بس انت ليه ليه ساب الحدد انا عارف ليه وحيات ربنا اقسم بالله عارف ليه وحياجي الوقت وقول لك ليه سايب الكصة بتاعت الجزيرة والدنيا قيمة مش قاعدة والدنيا نار وكل الاعلام بيتكلم وكل الناس تتكلم ورايح انت مركز مع الاهلي للأسف انت نسيت بيرسي تاو نسيت تتكلم عليهم بارح وجاي تتكلم على مين برونو سافيو ازاي الاهلي ما اكتشفش ان اللعب ده ما قوف يا حبيبي افهم برغم ان انا شك انك هتفهم وحيات ربنا لانك لانك عندك توجه بعينه وبتصفي حسابات فصفي مع نفسك محدش ياخب باله منك اساسا محدش ياخب باله منك لانت راجل غير حيادي حتى لو انت موجود في قناة من المفترض انها محايدة لكن انت بتنفذ اجندة معينة فبتسأل اولا برونو سافيو عشان تفهم بس قبل ما اطلع الفاصل معيش يا جماعة انا عطلتوك قبل ما اطلع الفاصل عشان تفهم الاهلي ما بيجي يتعاكم مع لعب بيبعارف انه مش موقوف وفي نفس الوقت بيكشف على البطاقة بتاعته على السيستم التي ام اس البطاقة بتاعت برونو سافيو عقوده سليم مع لاعب جاهز لمشاركة في اول مباراة رسمية لكن انت مش هتفهم الكلام ده لانك عندك اغراض تانية وحسابات تانية بتحاول تصفيها انت وغيرك للأسف الشديد يعني خلينا نروح لفاصل بعد الفاصل حنرجع نكمل